مرحبا بكم. رجعنا لكم وصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. يلا على الوصف. دقيق متعدد الاستخدام. 3 كوب 400 جرام. هذا الكوب الان استخدمته. حليب سواء الحليب قليل دسم او ماء او ماء وحليب حسب المتوفر. حرارة الغرفة. بيضة واحدة حرارة الغرفة. سكر ربع كوب 60 جرام تقريبا. خميرة ملعق الطعام عشرة جرام. ملح نصف معلقة صغيرة اربعة جرام. زبدة بحرارة الغرفة معلقتين طعام. اربعين جرام. تعجين مكونات جيد. تقريبا خمس دقائق اخذها. احتاجنا دقيق معلقة ضفة معلقة دقيق. حسب نوع الدقيق. ممكن نحتاج معلقة سوائل او معلقة دقيق حسب نوع الدقيق. هذا سهل. تعجين خمس دقائق حتى لا تلزاق بالايد. تكون هيك جاهزة. تتركها ترتاح من نص نص على ساعة. الحشوة. سكر بني واحد كوب متين جرام. وقرفة تنعم معلقة طعام عشرين جرام. وفنينة معلقة صغيرة خمسة جرام. نخلط المكونات مع بعض حتى تنسجم. الصونية. ندهن الصونية بالزبدة. نستخدم نفس الحشوة اللي عملنا توي. نستخدم اللي هو الخلطة القرفة والسكر الصونية. نستخدم جزء منها الصونية. ممكن انتو تستغنوا على الخطوة هادة. تدهنوا فقط زبدة الصونية. ولكن هيك تعمل طعم كراميل اكتر. جربوها. هيك بعد تقريبا نص ساعة حسب حرارة المنزل. نوضع قليل من الدقيق. نفردها. ممكن نفردها بالايد. وممكن. النشابة. هي عجينة كتير حلوة. الوصفة الاصلية. ندهن الزبدة بحرارة الغرفة. نكون دايبة. ونوضع الحشوة. السكر والقرفة. مع الفانيلا. المتبقي. والكيمية موضحها. المتبقية. بعد مدهننا الصونية. نفردها شوية القرفة والسكر عشان يلزقوه مع الزبدة. هيك شهزة نفردها. نعملها باثناش قطع. نقسمها نصين. نقسمها كمان مرة نصين. 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 هيك بكون مجموعة اثناش قطعة. لو طلعت كبيرة شوية صغيرة شوية ما بأسر. بالتقدير. هيك جاهزين. اثناش قطعة. نضعها معصونية. ناخد. نضع. 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 نهاية. نهاية. العجينة. من الاسفل. من شان ما تفتح معنا. تكون منظرها. حلو. اخذها نوضحها. بالاسفل. ونضغط عليها. نضغطها. جيد. ما تخافوا. من شان نطلع منظرها. حلو. هيك. تركها ترتاح. هيك بعد مرتاحات. تقريبا نص ساعة. بدهنها بالزبدة. وندخلها الفرن حرارة حرارة متين. درجة مئوية. تقريبا اخذت خمس عشر دقيقة. تاخد تقريبا خمس عشر دقيقة. او حسب نوع الفرن. لازم انتو تركبوها. خلينا احنا نعمل السلسة. السلسة البيضة. بنحطها على الوجه. عبل ما تخلص من الفرن. نضع الزبادي. مع لقطين زبادي. 40 جرام. وخمسة جرام فانيلا. والسكر بودرة. حسب الحاجة. ممكن اربع معالق كبيرة. او اكتر. انتو يعني بالعين بتشوفوها. شوف تحتاج بتحطوها السكر. ما تخافو. حسب نوع الزبادي. ازا كان اه جامد او لين الزبادي. حسب قديش فيه سواء للزبادي. بتاخد السكر. يعني الموضوع سهل. متل هيك بتكون. شايفين كيف? متل هيك بتكون. يعني سهل كتير يعني. هي خلصت. تقريبا اخذت خمس عشر دقيقة. حسب نوع الفرن نازم تركبو. انا شغلت الفرن من فوق ومن تحت. حطتها في الرف الاوسط. هيك جاهزة. بنوضع السلصة. واتمنى انو انتو تجربوها. وانا هاكلها. هاشرب عصير تفاح محا. هاجربها. اقول لكم شو رائع بصراحة. اول مرة انا اجرب. قدام الكاميرا. انو ريحتها بتشهي. متل ما انتو شايفين. هي كتير كتير روعة ومسالية. ومزهلة. متل ما يقاوم الطعم. بصراحة طعمها لا يقاوم. كتير كتير طيبة. صحة وعافية. في امان الله. تزرونا بصفة جديدة. ما لا نشترك بالقناة. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة. اشتركوا في القناة.